الله معكم إختي شبيبة لقاء أبناء السلام بسلسلة أسئلتنا حول القداس الإلهي منسأل اليوم هل يحق للمرأة الحائض أن تتقدم من الأسرار المقدسة؟ بتاريخ الكنيسة وبقوانين الكنيسة كان في رأيين حول هذا الموضوع الرأي الأول وهو الأغلب بيقول أنه لا يحق للمرأة أن تتناول في مدة حائضها هذا الرأي بيرجع إلى القرن الثالث إلى البطرق الإسكندري ديونيسيوس ويتكرر أيضا مع بطرق إسكندري آخر بالقرن الرابع كان بزمن مجمع القسطنطينية الأول البطريات تيموثاوس الإسكندري عندما سؤل مارسيويروس الكبير بالقرن السادس عن الموضوع أجيب أن التقليد يقول لا تتناول المرأة في مدة حائضها ويرجع بيستشهد بالبطرق ديموثاوس الإسكندري بقول هذا الأمر يساعد على التهيب وعلى الخشوع فإن المرأة عندما لا تتناول ليس ذلك لنجاستها ولكن احتراما للأسرار المقدسة المطران يحنى التل اللي كان أيضا بزمن مارسيويروس وهو من الذين وضعوا القوانين في الكنيسة السريانية بيكرر نفس الشيء ويقول لا تتناول المرأة في مدة حائضها ليس لنجاستها أو لخلوها من الروح القدس بل احتراما للأسرار المقدسة ويقول أيضا إذا كانت المرأة شماسة وتطلع إلى المذبح لتوزع الأسرار مثلا بيدير للرهبات على الراهبات أيضا إذا كان في مدة حائضها عليها أن لا تصعد إلى المذبح ولا تلمس الأسرار المقدسة احتراما للأسرار المقدسة نشوف أنه فيما بعد مريعقوب الرهاول كان معروف بنفتح ذهنه ونفس الشيء القديس ابن العبري فيما بعد بيقوله صحيح لا تتناول ولكن إن لم تكن هناك حاجة ضرورية وفي حالة الحاجة القصوى يمكن للمرأة الحائض أن تتناول والبطريارك قورياقوس أيضا البطريارك السريين اللي وضع قوانين للكنيسة بيقول المرأة التي تلت حديثا لا تمنع من الهناولة هذا إذا كان إختي الخط الأول اللي بيقول بخلاصته أن المرأة في مدة حائضها تمتنع من التناول احتراما أو تهيبا للأسرار المقدسة ولكن بنفس الوقت كان في رأي آخر وهذا الرأي موجود بتعليم قديمة جدا اللي منسميه التعليم الرسل أو كتاب الدسقولية يلي يرجع إلى القرن الثالث وكتب في أنطاكيا جمعت فيه التقاليد والتعليم الآتية من الرسل بالفصل 26 من الدسقولية بحسب نسخة السريينية نقرأ كيف الرسل كانوا بوجهه الذين أتوا من اليهودية من الخلفية اليهودية أن يتركوا عادتهم اليهودية أي الشريعة اللي أو عوائد الشريعة اللي أصبحت بالية بعدما جاء العهد الجديد ومن الأمور التي أصبحت بالية هي موضوع تمييز الأطعمة واعتبار مثلا المرأة نجسة في مدة حيضها حفظ السبت أيضا من الأمور التي في العهد الجديد لم تعد الكنيسة تحفظها فكتاب الدسقولية بيقول للمرأة بيقول إذا كانت المرأة تعتقد أنه في مدة حيضها أصبحت نجسة هذا يعني أنه هي بتفكر كأنه الروح القدس اللي أخدته بالمعمودية قد غادرها وبالتالي إذا حدث وتوفت في هذه المدة فشو رح يكون مصيرة إذا كان الروح القدس قد غادرها برجع كتاب الدسقولية بيقول لأ الروح القدس يبقى فيك أيتها المرأة ومشان هيك فيك تفوتي على الكنيسة تدخلي إلى الهيكل تصلين وحتى تسمعين الكتب المقدسة وأيضا تتناولين من الأسرار المقدسة لأن كل ما يحدث في الإفخارستية يفعله الروح القدس والروح القدس أيضا موجود فيك اليوم ماذا نستطيع أن نستخلص من هذين الموقفين؟ أي موقف منيخد؟ بالخلاصة يمكن أن أقول بكل بساطة إذا كانت المرأة في نفسها لا تريد أن تتناول من الأسرار المقدسة لأنها تشعر بتهيب أو باحترام للأسرار هذه حريتها ولكن إذا كانت لا تريد أن تتناول لأنها تفكر حالة أنها نجسة ولا تستحق فهذا أمر تفكير يهودي مرفوض وإذا كانت المرأة تريد أن تتناول ولها شوق أن تتناول حتى في مدة حيضها فتعاليم الرسل تسمح بذلك ولها الحرية أن تفعل ذلك كل إمرأة وحسب ضميرها وحسب تفكيرها تتقدم أو لا تتقدم